كما تبادل الرئيس عبد الفتح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعراب الرئيس السيسي في بقياته لشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم دعين الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل دعين الله أن يعيده على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار هذا وطلق الرئيس السيسي ببرقيات تهنئة لحلول شهر رمضان الكريم من كبار رجال الدولة أعربوا خلالها عن أصدق تهنيهم لسيادته وأطي التمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء ترجمة نانسي قنقر